موسيقى بشاهدين اهلا وسهلا بكم الى نشرة الاخبار من قناة الاخبار المغربية انفانت كاتخ بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة الى صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين عهل المملكة الاردنية الهاشمية وصاحبة الجلالة الملك رانيا العبدالله بمناسبة عيد استقلال بلادهما وعرب جلالة الملك في هذه البرقية باسمه شخصيا وباسم الشعب المغربي عن احر تهاني واصدق المتمنيات للشعب الاردني الشقيق بمزيد من التقدم والرفاه في ظل قيادته الرشيدة ومما جاء في برقية جلالة الملك ايضا واغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن تقديري الكبير لما يجمعنا شخصيا وأسرتين الملكيتين من وشائج الأخوة المتينة والمودة الخالصة وبما يربط بلدين من علاقات متميزة مبنية على التعاون المثمر والتضامن الفاعل مؤكدا لكم حرص على مواصلة العمل سويا مع جلالتكم لأجل تعزيز هذه العلاقات وتوسيع مجالاتها لما فيه مصالح شعبين شقيقين في المغرب أعلنت وزارة صحة والحماية الاجتماعية اليوم الأربعاء أن النتائج المخبرية للحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بفيروس جدرية القرادة جاءت سلبية وأوضحت الوزارة في بلاغ صحفية أن النتائج المخبرية للحالات الثلاث المشتبه في إصابتها بالفيروس جاءت سلبية وذلك بعد تحليلها بمختبر المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش وأضافت أن الحالات المشتبه في إصابتها توجد في صحة جيدة وتخضع للرعاية الصحية والمراقبة الطبية حيث يتم التكفل بها وفقا للإجراءات الصحية المعتمدة وأكدت الوزارة أن المعطيات الوبائية المسجلة في المغرب وإلى حدود اليوم لم تسجل أي حالة مؤكدة بمرض جدري القرد في موضوع آخر انطلقت أشغال وندوة الدولية الرابعة التي تنظمها مؤسسة دار الحديث الحسنية حول موضوع الإسلام الإفريقي أو إفريقيا المسلمة تفاصيل هذه الأشغال في تقرير عبداللاطف بن طالب دراسة أوضاع الإسلام والمسلمين بإفريقيا هو العنوان البارز لهذه الندوة الدولية من أجل تفكيك مقولات الغلات وخطاباتهم في محاولة لإيجاد السبل لمجاباتها الندوة تشكل نبراسا للغوص في مفهوم الإسلام الحقيقي لا سيما في القارة الإفريقية مداخلة في الندوة الدولية هي لإظهار الدبلوماسية المؤطرة من طرف صاحب الجلالة وبذلك اشتغلت على الخطابات الملكية التي برهنت قيمة هذه الدبلوماسية موضوع هذه الندوة الدولية الرابعة لمؤسسة دار الحديث الحسنية يثير مجموعة من الإشكالات تتعلق أساسا بخصائص التدين والممارسة الدينية وأشكالهما في إفريقيا وتكيف الإسلام مع الواقع الإفريقي المتميز بتنوع عرقي وثقافي وديني الرابط بين الإسلام الإفريقي في القارة السمراء وفي نظره بالمغرب الكبير موضوع مثير للاهتمام خصوصا مع ريادة المغرب في الدبلوماسية من أجل إسلام وسطي الندوة الدولية تتناول طابعة تعامل المسلمين الأفارقة مع التمازج بين الأديان وبين الثقافات المختلفة وعلاقة التدين بالأنماط الثقافية السائدة في القارة وكذا موقف الدراسات ما بعد الكولونيالية من هذه التساؤلات الآن مشاهدين إلى الأخبار الدولية حيث دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن الولايات المتحدة إلى الوقوف في وجه لوب الأسلحة النارية وذلك بعد مقتل ثمانية عشر طفلا ومدرس واحد على الأقل برصاص شاب اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس قبل أن ترده الشرطة قتيلا التقرير لحمد الخطر حبا بالله متى سنقف بوجه لوب الأسلحة هكذا تساءل الرئيس الأمريكي جو بايدن وهو يخاطب شعب الولايات المتحدة بعد مقتل ثمانية عشر طفلا ومدرسا واحدا على الأقل برصاص شاب اقتحم مدرستهم الابتدائية في ولاية تكساس قبل أن ترده الشرطة بايدن الذي بدت عليه علامات التأثر بشكل واضح قال لقد حان الوقت لتحويل هذا الألم إلى عمل من أجل كل والد من أجل كل مواطن في هذا البلد ينبغي علينا أن نوضح لكل مسؤول منتخب في هذا البلد أن الوقت حان للتحرك مضيفا أنا مش مائز وتعب وشدد بايدن على وجوب تشديد قوانين بيع الأسلحة النارية وحيازتها ولا سيما الأسلحة الهجومية وقال لقد أنضى مصنع الأسلحة عقدين من الزمن في الترويج بقوة للأسلحة الهجومية التي تعود عليهم بأكبر الأرباح من جانبها نددت نائبة الرئيس الأمريكي كامال هاريس بالواقعة الخطيرة وقالت كفا يعني كفا مطالبة بتحرك لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتحدة هاريس قالت قلوبنا ما زلت تتحطم بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأمريكية باستمرار مضيفة علينا أن نتحلى بالشجاعة للتحرك في مناشدة للكونغرس لإصدار تشريع يفرض قيودا على بيع الأسلحة النارية وحيازتها وعلى سعيد آخر وفيما يستمر عدد الإصابات بجدري القرد في الارتفاع خارج المناطق الإفريقية المتواطنة فيها الفيروس خصوصا في أوروبا أكدت منظمة الصحة العالمية وجود وضع غير نمطي لكن اعتبرت أنه يمكن وقف انتقال العدوى بين البشر نتابع وقف انتقال عدوى جدري القرد ممكن ذلك ما قالته منظمة الصحة العالمية ففي الوقت الراهن هناك أقل من 200 إصابة مؤكدة ومشتبه بها في عدد من البلدان التي لا يتوطن فيها فيروس جدري القرد وفقا لماريا فانكيرغوف المكلفة بمكافحة كوفيد 19 والأمراض الناشئة والأمراض الحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية فانكيرغوف أوضحت بأنه وضع يمكن السيطرة عليه خصوصا في البلدان الأوروبية التي دخلها المرض مشددة على أن الاكتشاف المبكر للإصابات وعزلها جزء من الإجراءات التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية والمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض ومكافحتها مضيفة أنه لا توجد في الوقت الراهن حالات خطرة ويسبب مرض جدري القرد في البداية ارتفاعا في درجة الحرارة ويتطور بسرعة إلى طفح جلدي مع قشور وما يثير قلق الخبراء هو الظهور المتزام للإصابات في العديد من البلدان لدى أشخاص لم تكن لمعظمهم سلة مباشرة بالبلدان التي يتوطن فيها المرض دوليا دائما أطلقت كوريا الشمالية اليوم الأربعاء ثلاثة صواريخ باليستية نحو البحر الشرقي بعد اختتام رحلة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كوريا الجنوبية واليابانة وأعلنت هيئة والأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية نارصدت ثلاثة صواريخ باليستية أطلقتها كوريا الشمالية في منطقة بيونكيانغ نتابع معنا التفاصل مرة أخرى كوريا الشمالية تستعرض قوتها العسكرية وتطلق ثلاثة صواريخ باليستية على التوالي في منطقة سونان في بيونكيانغ بحسب ما أعلنت عنه هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية عمليات الإطلاق تأتي بعد الاستعدادات الأخيرة للشمال لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في منطقة سونان مما يثير احتمالية أن يكون من بين الصواريخ المطلقة صاروخ باليستي عابر للقارات وفق وكالة أنباء يونهاب الوكالة ذكرت أن هذه هي المرة الثانية التي تقوم فيها بيونكيانغ بالاستفزازات العسكرية منذ انطلاق الإدارة الجديدة للرئيسيون بعد إطلاقها لثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى في الثاني عشر من الشهر الجاري وأكدت الهيئة أن الجيش الكوري الجنوبي يعزز أنشطة المراقبة واليقظة ويحافظ على الاستعداد الدفاعي القوي تحت التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة المكتب الرئاسي في سيول أعلن أن الرئيس الكوري الجنوبي يونت سيوكيول سيرأس اجتماعا لمجلس الأمن الوطني وهي المرة الأولى التي يعقد فيها اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس منذ انطلاق الإدارة الجديدة في العاشر من ماي وجاءت عمليات الإطلاق بعد أربعة أيام من إجراء لقاء القمة بين الرئيس الكوري الجنوبي يونت سيوكيول ونظيره الأمريكي جو بايدن نعود مشاهدين إلى الخبر الوطني حيث أشرفت بعثة من الحجابة الملكية على تسليم هبة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين لفائدة أسر معوزة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم صويرة وذلك بمناسبة الموسم السنوي للزاوية الرجراجية خديجة شاكري والتفاصيل بعثة من الحجابة الملكية أشرفت على تسليم هبة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين لفائدة أسر معوزة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بإقليم الصويرة وذلك بمناسبة الموسم السنوي للزاوية الرجراجية دائما نحضر هذه الانتفاتة بل الانتفاتات التي يلتفسها حفظه الله إلى شعبه وإلى أمته هذه الهبة الملكية استفاد منها ثلاثمائة وواحد وعشرين شخصا من ضمنهم مئة وتسعين أسر معوزة وسبعة وتسعين شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة وأربعة وثلاثين مكفوفا في خبر آخر رأت مبادرة إنسانية لمساعدة الأشخاص المصابين بأمراض القلب والشرايين بي المستشفى الحسني الإقليمي بالنظور رأت النور أوائل سنة 2200 وعشرين وتمثلت في ميلاد مؤسسة أصدقاء القلب والشرايين للنظور والدريوش المزمن التفاصيل في سيق هذا التقرير لصفية عسما مبادرة إنسانية لمساعدة الأشخاص المصابين بأمراض القلب والشرايين رأت النور أوائل سنة 2022 تمثلت في ميلاد مؤسسة أصدقاء القلب والشرايين للنظور والدريوش هذه المبادرة جاءت لتعزز قصة نجاح حقيقية متمثلة في قسم أمراض القلب بالمستشفى الحسني الوحيد من نوعه بمستشفى إقليمي في المغرب الذي يتوفر على قاعة للقسطرة القلبية التي تؤدي نفس الخدمة المشابهة المقدمة على مستوى المستشفيات الجامعية ويستفيد من هذا الإنجاز العديد من المرضى المصابين بأمراض القلب والشرايين في عملتي إقليمي النظور والدريوش الذين كانوا يضطرون لتحمل عناء الصفر إلى مدينة وجدة للاستفادة من العلاجات في مجال طب القلب التداخلي اليوم وبفضل هذه المبادرة أضحى قسم أمراض القلب بالمستشفى الحسني يستقبل المرضى من النظور والدريوش وكذلك الوافدين من مناطق أخرى بجهة الشرق وفي مدينة تطوان افتتحت فعالية الدورة الخامسة عشر من المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة المنظمة تحت رعاية سامية لصاحب الجلال الملك محمد السادس من طرف وزارة الشباب والثقافة والتواصل والمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان بشراكة مع جمعية شوف وذلك بمشاركة أحد عشر بلدا إفريقيا وأسيويا وأوروبيا قديشة شاكري في المتابح بتطوان انطلقت فعالية الدورة الخامسة عشر من المنتدى الدولي للأشرطة المرسومة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبمشاركة أحد عشر بلدا إفريقيا وأسيويا وأوروبيا المنتدى يهدف إلى تمكين المهتمين وعشاق الفن التاسع من تبادل التجارب والأفكار والاختيارات الفنية والجمالية في مجال الأشرطة المرسومة ظاهرة كذلك فيها مجموعة من الأنشطة كندوات كورشات لفائدة الخارجي دي المعهد والطلابات دياله كذلك وكاين تقديم مستجدات مجال الأشرطة المرسومة حفل افتتاح هذا المنتدى عرف تكريم الفنان الراحل علي نخشة وكذا فنان الأشرطة المرسومة محمد الندراني بالإضافة إلى تكريم الفنان المرموق في الأشرطة المرسومة والكاريكاتير خريج المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان محمد الخو سعيد بأنني نكون من المكرمين الشباب ديال هاد الدورة سعيد جدا 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 وسعيد أكثر بالمستوى اللي وصلوا هاد المنتدى تبارك الله غادي في خطاة تابتة حفل الافتتاح تضمن الإعلان عن جائزة الأشرطة المرسومة مواهب إفريقيا 2022 التي آلت لميناء قريشي من المغرب فيما الجائزة الوطنية للأشرطة المرسومة فعادت لصلاح الدين فلاني من المغرب وفي الخبر الرياضي أعطت الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء الضوء الأخضر لإتمام عملية الاستحواذ على نادي تشيلس لكرة القدم لصالح المجموعة التي يقودها رجل الأعمال الأمريكية تود بولي وذلك وفق ما أعلنت وزيرة الرياضة التقرير لبندرزايو الحكومة البريطانية الحكومة البريطانية تعطي الضوء الأخضر لبيع نادي تشيلس الإنجليزي يأتي قرار الحكومة البريطانية غادات موافقة رابطة الدوري الممتاز لكرة القدم على انتقال ملكية النادي اللندني إلى مجموعة التود بولي التي توصلت في السابع من مايو الحالي لاتفاق من أجل شراء بطل دور أبطال أوروبا للموسم الماضي مقابل 4.25 مليار جنيه استريني وكان أبراموفيتشا الذي اشترى تشيلسي عام 2003 وأحرز معه خمسة ألقاب في الدوري المحلي ولقبين في دور أبطال أوروبا طرح النادي اللندني للبيع مطلع مارس قبل أيام فقط من عقوبات فرضتها عليه الحكومة البريطانية على خلفية العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا لكن البيع استغرق وقتا طويلا بسبب مخاوف الحكومة من إمكانية دخول ربح من العملية إلى خزينة أبراموفيتشا رياضيا دائما أعلنت الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية عن تنظيم الدورة الأولى للمهرجان الدولي معرض الصيف الذي يتضمن تنظيم ثلاث بطولات عالمية للغوص الرياضي بين الرابع وثاني عشر من شهر يونيو المقبل بمدينة المديق خديجة شاكري وضب عاصل الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية ستنظم الدورة الأولى للمهرجان الدولي معرض الصيف ويتضمن ثلاث بطولات عالمية للغوص الرياضي وذلك بمدينة المديق بغينا أن تكون عندها طبع آخر طبع هو أن تكون عندنا انطلاقة قوية لسياسة تكون عندنا سياحة الغوص في هذه المناطق الجميلة التي عندنا من العريش إلى الحسيمة لأننا نتواجه في هذه الجهة الجامعة الملكية المغربية للغوص الرياضي والأنشطة تحت المائية تهدف من خلال تنظيم هذه التظاهرة إلى إعطاء إشعاع دولي لرياضة الغوص والأنشطة المائية بالمغرب وفي روبرتاج هذه النشرة ومشاهدين جمالية الأغنية المغربية وحب نشر السلام جعل فنانتين من جنوب الصحراء الإفريقية تقدمان عروضهما في فضاءات مختلفة بالعاصمة الريباط تابع معا هذا الروبرتاج لعبداللاطي بن طالف رائعة أغنية صوت الحسني نادي على لسان تيلة إشسايون من بوركنا فاسو وإديوبانيا من غانا فنانتان التقت في العاصمة الريباط من أجل نشر قيام السلام والتسامح مجموعتنا الفنرية مهمتها نشر السلام والتسامح والحب والحوار بين الحضارات والديانات بين كل الأمم إقاعات إفريقية وكالبات مغربية تبرز من خلالها الفنانتان عمق الروابط بين المغرب وجذوره الإفريقية بلباس مغربي راية وحلي إفريقية خالصة تتجولان في شوارع وفضاءات الريباط مجموعتنا الفنرية حسست في جنوب إفريقيا من أجل تكريم المغرب بفضل دوره البارس في تحرير البلاد من الميز العنصري عروض الفنانتين لاقت استحساناً كبيراً من طرف السكان وكل من واتته فرصة الاستمتاع بإيقاعات سفيرتي الفن الإفريقي في أرض الرباط إلى هنا ومشاهدين ناصر إلى نهاية هذه النشرة تفاصل عفة عن أخبار المغرب والعالم تجدونها كالعادة على موقعنا الإلكترونيين ترجمة نانسي قنقر إلى اللقاء